يقولك ايه ما تعملش الستيسكان الا ما يظهر عليك اعراض اي نعم ده بيكون باب اولى لان الستيسكان لها اثار جانبية والستيسكان مش رخيصة فانت مش كل شوية هتعملها فبالتالي عايز اقولك نقطتين او اكتر من نقطة هناخدهم دلوقتي اول حاجة ان الستيسكان بيحصل فيها تغيرات في الناس اللي هي اسمتوماتيك بالنسبة تصل الى اتنين وستين في المية يعني الناس يعني انا عندي اتنين وستين في المية ممكن ما يظهرش عليهم اعراض وتلاقي فيه عندي تغيرات عندي في اللونج والستيسكان تديني الtypical shape او typical abnormalities اللي تبنى موجودة عندي كCOVID patient وبالتالي مهمة قوي اللي انت لازم تكون فاهم الكلام ده يبا هي الستيسكان ممكن يحصل فيها abnormalities before symptoms ديت واحدة رقم اتنين بس هي باب اولى لو انا عندي symptoms فبيكون عندي فيها abnormalities بنسبة اكبر من الناس اللي هي asymptomatic بس افرد انا عملت الستيسكان ولاقيتها كويس هل ده ينفي وجود الـ viral infection او ينفي وجود الـ COVID اقولك لأ ده يقولي يا اما الحالة مش كوفيد وديت هتأكد بيها بالـ other tools التانية او ان الحالة كوفيد بس لسه الفيروس ما وصلش عندي للونج خلاص كده فلازم اللي احنا نكون اخدين بنا من النقطة ديت طيب النقطة التانية يا دكتور خلينا اقولك لو انت عندك abnormalities في الـ CT scan والPCR بتاعك negative هنعتمد على الـ CT scan اللي هي حالة لان احنا اتفقنا ان الـ false negative result او rate بتاعة الـ PCR عالية جدا وبالتالي لو انا عندي typical shame او typical abnormalities موجودة عندي في الـ CT scan خلاص يبا احنا بنقول ديت مصد لـ COVID وبالتالي بنتعامل معها كأنها COVID ونبدأ على طول العلاج ونبدأ الـ isolation ونبدأ على طول العلاج زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض خلينا برضو نقول ان الـ CT scan تعتبر عندي more sensitive than الـ PCR بس الـ PCR اكتر specificity هو اكثر تخصصية ولكن كاكثر حساسية او اكثر اللي هو يكتشف الـ virus لا الـ CT scan او بمعنى اخر ان لو الـ CT scan positive فالحالة بنتعامل معها كأنها positive even if لو الـ PCR بتاعك طلع عندك negative خلاص كده عشان الدنيا تكون عندك واضحة طب ايه اللي احنا بنلاقيه في الـ CT scan اللي احنا بنلاقيه عندك في الـ CT scan بندور على حاجة اسمها الـ GGO اللي هو الـ Ground Gloss Obesity او الـ Ground Gloss Obesification هنبدأ نتكلم عنها دلوقتي وخلينا اقولك ان الـ GGO دي ات من اللي موجودة عندي في الـ Viral pneumonia وطالما هي موجودة في الـ Viral pneumonia واحنا بنلاقيه خلاص يباحنا بنقول ديت من مصد لـ COVID وطالما هي موجودة في الحالة في الجائحة اللي احنا فيها ديت يباحنا بنتكلم على على طول كـ COVID خلاص كده طيب بالتالي اول حاجة يا دكتور لو لقيت GGO سواء بقى Unilateral Bilateral مش عارف ايه لو لقيت GGO لان انت هقولك حتة Unilateral وBilateral لما نشوف دلوقتي الـ CT scan ولكن لو لقيتنا الجي جو اول وحدها ده يقولي اللي الموضوع عندك عبارة mostly COVID دي فيلال نومونيا mostly COVID واحيانا هتلاقي الجي جو اول مع الـ Consolidation الـ Consolidation اللي ده الشكل بتاع البكتيريا النومونيا وده ما نقدر من خلاله نقول برضو دية mostly COVID ولكن اكتر درجة في التشخيص اكتر درجة في التشخيص اللي انت تلاقي الجي جو اول وحدها اللي انا هلاقي الجي جو اول وحدها وتكون عندي Bilateral ده اعلى درجة تشخيصية بالنسبة للـ COVID ولكن تاني اعلى درجة تشخيصية اللي انا هلاقي الجي جو اول يونولاتيرا وتالت درجة تشخيصية اللي انا هلاقي الجي جو اول مع الـ Consolidation ومعنى اللي انا في عندي جي جو اول وفي عندي Consolidation معناه اللي انا في عندي بكتيريا النومونيا مصاحبة انا عارف ان الكلام دلوقتي صعبة على كتير منكم بس اول ما نطبق الكلام ده على الـ CT scan هنفهم الكلام ده كويس جدا وممكن تلاقي عندك الـ Consolidation فقط لا غير على الرغم اللي ده خاص بالبكتيريا النومونيا اما اجي اشرح النومونيا وازاي نستعمل الـ Antibiotics كـ Acquired أو Hospital Acquired أو Community Acquired كنا لازم بنعلم الصيادلة برضو بنعلم الصيادلة الكلام ده من زمن مش من النهاردة كنا بنعلم الصيادلة شكل الـ Consolidation اللي موجود على لانججون شكله ايه في البكتيريا النومونيا عشان تبدأ اللي انت تساعد في القرار الصحيح خلاص كده خلينا اقولك ان الـ CT scan من ضمن الحاجات الرائعة جدا لو هي positive طبعا بنتكلم اللي ديت على طول اللي هي كوفيد تعالى نبص كده على الـ City Scale ونفرق ما بين الجي جو او ونفرق ما بين الـ Consolidation هل ديت Consolidation بس؟ هل ديت جي جو او بس؟ هل ديت جي جو او مع الـ Consolidation؟ هل ديت ممكن تاخد موزيك appearance فيه اكتر من شكل موجود ولكن انا هتكلم على الحاجات اللي هتخص عندك الكوت الجي جو او بيبقى على اللانج في هيئة ايه؟ او بيبقى في شكل ايه؟ تعالى نبص على اللانج الطبيعية اساسا شكلها ايه؟ الشكل اللي قدامك ده ده لانج طبيعي اللانج الطبيعية انت بتلاقيها بالشكل اللي قدامك ده يعني ايه بالشكل اللي قدامك ده؟ دايما تلاقي عندك اللي هو كلها باللون الاسود ما عادة البرونكاي والبرونكيولز والحاجات ديت هي اللي واخده شعيرات كده باللون الأبيض خفيفة كده ديت اللي هي البرونكاي والبرونكيولز وكده خلاص يبه هي ديت نورمال سيتسكان الشكل اللي على الشمال ده اللي أنا بشاور عليه دلوقتي برضو نورمال سيتسكان ولكن موجود عندك شوية يعني اللارجي منت فيه البرونكاي وده عادي بيحصل مع الناس اللي هي الاناميك الناس اللي هي أزمة الناس اللي هي سموكرز تلاقي عندها كده ايه اللارجي منت شوية فيه البرونكاي بس اللي هي البرونكاي مفيش عندي أبنورماليتيز موجود بعكس الجي جي او يا دكتور تعالى الجي جي او عبارة عن ايه عارفين انت ما يكون مطلع إزازة المية من التلاجة كده مش بتلاقيها مشابرة او الصبح بادري وانت سايق عربيتك كده تلاقي الإزازة عندك مشابرة حتة المشابرة ديت هو ده شكل الجي جي او ده الشكل اللي أنا بدور عليه بالضبط نفس الشكل اللي أنا بورهولك ده الشكل اللي انت شايفه قدامك ده ده شكل الجي جي او تلاقي عندك حتة مشابرة الحتة المشابرة ديت يا دكتور الحتة المشابرة ديت هي ديت شكل الايه شكل الجي جي او فانت لازم اللي انت تاخد بالك منها لان ديت من ضمن الحاجات الايه المهمة جدا اللي انت بتبدأ من خلالها تبدأ تقيم الحالة اللي قدامك بتلاقي عندك كأن حتة مشابرة واكتر مكان بتلاقي فيه حتة مشابرة بتدور الاول في المكان اللي هو من تحت اللانج في المكان اللي احنا مشاورين عليه ده او من فوق يعني دايما بتلاقيها في اللجناب يا اما تلاقيها في المنطقة كده في سوبرفيشيال كده على اللانج في الاماكن ديت او من تحت او في الابر او في اللور بنفس الطريقة شمال ولا يمين خلاص كده يبقى هوت تعال نبص على اللونج اللي قدام اهيت عندك ادى في عندك جي جو او ولكن بقيت اللونج دي تسليمة 100% مفيش عندك فيها حاجة هنا عندك جي جو او موجودة تلاقي عندك حاجة مشبره هنا سليمة 100% في عندك جي جو او هنا بيلاتيرال اهوت ادى يمين وشمال هنا شمال ويمين اهوت والبيلاتيرال هنا بنقول عليه وكلمة كراتس ديت وان و تو و ثري و فور و فايف ديت و سكس حتى في اما تبقى البيس اير بوزيتف بنقول عليها ديت كراتس سكس ده معناها الاحتمالية اقوى اللي هي الاحتمالية اقوى اللي هي عبارة عن اه كوفيد خلاص كده يعني انا عندي ده بيلاتيرال اللي قدامي ده في اللونج اللي قدامي ده بيلاتير ده كراتس فايف يونيلاتيرال جي جو او ده بنسميك راتس فاور خلاص كده يبقى انت مش بيفرق في حتة الدياجنوزس لان سواه انت لقيت واحدة بس او في النحيتين يونيلاتيرال او بيلاتيرال خلاص احنا متكلم من اللي دي اتحالة كوفيد ويزداد الاحتمالية اللي دي اتكوفيد لما يكون عندي بيلاتيرال ويبقى جي جو او بس بس يا عمي ما تورينا كده الكونسوليديشن كمان عشان نبدأ نشوف الفرق الكونسوليديشن يا دكتور بيكون الحتة البيضة ابيض تماما مش مجرد اللي هي مشبرة يعني الحتة المعتمة هي يعني في عتمة موجودة الحتة المعتمة او الحتة المشبرة ديت ديت هي الجي جو او ولكن هتلاقي عندك في الكونسوليديشن تلاقي الحتة عندك بيضة جامد جدا مش عتمة ديت لا دي حتة بيضة جامد ده كمان في عندك حتة بيضة جامد جدا خلاص حتى الصورة اللي هي قدامك ديت شايفين ده عبارة عن ده عبارة عن والكونسوليديشن والكونسوليديشن هنا معناه لانا في عندي بكتيريا النومونيا مصاحبة اهوت شايفين البيض قد ايه ده مش مجرد عتمة ولكن لو بصيت على اللي هنا هتلاقي ادى في حتة اها في عندك عندك في حتة صغيورة كمان هنا هي ده مع البيض اللي في النص ده كله ده عبارة عن وبالتالي مهم اول اللي انت لازم تفرق ما بين اللي التين شايفين ادى ده كله عبارة عن يقول لي بكتيريا النومونيا مصاحبة للكوفيد يبقى انا لو لقيت جيجو اوه بس يبقى ده يقول لي اللي ده مصد الكوفيد لو لقيت جيجو اوه معه في نفس الحالة معه برضو يقول لي كوفيد حتى لو لقيت في اللي احنا فيها دي هنقول برضو الحالة عندك كوفيد قبل كده كنا هنقول بكتيريا النومونيا ولكن دلوقتي هقولك مصاحبة للبكتيريا النومونيا وبالتالي لازم تتعامل معها كأنها كوفيد. خلاص كده? يبقى الكلام ده مهمة قوي. البياض اللي موجود ده كله طبعا ده عبارة عن آآ نومونيا. وبالتالي مهمة قوي اللي انت لازم تفهم الكلام ده يا دكتوري. يبقى انا لازم. اللي انا اقول الكلام ده. الكلام ده بقولك اللي انت تلاقي يا اما الجي جو او. يا اما الجي جو او لوحدها. يا اما الجي جو او معاها الكونسوليديشن. يا اما الكونسوليديشن لوحدها. ده كله يقول لي اللي الحالة عندك عبارة عن جي جو او. اعلى درجة آآ تشخيصية لو لقناها عندك كوراتس فايف. كوراتس فايف معناها اللي هي الموضوع عندك بايلاتيرال. ولو لقيته يونيلاتيرال ده معناه اللي هي كوراتس فور. ده لا. ده معناها برضو اللي هي كوفيد. ولكن الاحتمالية عندي بتبدأ تقل شوية. عرفنا اللي الموضوع بيكون على سورفز فيه كبريفرول. يعني على اللجناب كده سواء من تحت في او في زي او سواء هنا او هنا. آآ ده بنبدأ اللي احنا نتكلم عليه ولازم اللي انت تفهمه كويس جدا يا دكتور. خلاص. يبقى ده لازم تفهم السيدسكان. لقيت السيدسكان عندك بوزيتف. خلاص يا عام. انت بتتكلم دلوقتي على حالة آآ كوفيد ومحتاجة على طول ومحتاجة على طول اللي احنا نتعامل آآ علاجية. لو لقيت الحالة عندك السيدسكان طبيعية ده لا يعني اللي احنا الحالة عنده مش كوفيد. فيه عند ادر تولز. خلاص كده? طيب. اخر تول معنا حد عنده مشكلة في السيدسكان لو حد عنده مشكلة في السيدسكان قبل ما ندخل على ياريد. مفهوم السيدسكان اهم حاجة? مفهوم الفرق ما بين الاتنين ولا للصور قليلة. الحمد لله تمام جدا. طيب كويس جدا. طيب كويس جدا. هقولكم يا جماعة هنقول. اخر حاجة معنا اللي هو البولس اوغزيمتر. البولس اوغزيمتر انا من اه من شهر تلاتة من شهر تلاتة اه السنة اللي فاتت. وانا انادي اللي احنا محتاجين بولس اوغزيمتر في كل بيت. وطبعا كان فاسناء الجائحة السنة اللي فاتت طبعا كان اسعارهم غليت جدا. ارتفعت بسبب اللي كان عليهم الطلب كتير جدا. ولكن البولس حاليا دلوقتي اسعارهم في المتناول. فالبولس اوغزيمتر ده مهم يقينا في كل بيت لازم يكون في بولس اوغزيمتر. وهقولك لي دلوقتي. البولس اوغزيمتر ده الاداء الاخيرة معنا في الدياجنوزيس. وعايز اقولك لو الاكسجين بتاعك بدأ يقل عن تسعين فانتا كوفيد ايفين اف. هتعامل معك كوفيد ايفين اف اسنتوماتيك. وعايز اقولك على الحاجة الاكتر خطور. اللي بيحصل حاجة اسمها سايلانت هايبوكسيا. السايلانت هايبوكسيا يعني الاكسجين بتاعك عمال يقل وانت متظاهر عليك اي اعراض الطبيعي اللي الاكسجين بدأ يقل يتبدأ تحصل بدء تنفس يبدأ يحصل عندك سيانوسيس يبدأ يحصل عندي شاستاينس اي حاجة من حاجاته هي اعراض نقص الايه الهايبوكسيا. ولكن في الكوفيد بيحصل عندي سايلانت هايبوكسيا كارثة كارثة كبيرة اللي انا بيحصل عندي الاكسجين يبدأ يقل بدون اي سيمتمز ولا ظهور اي سيمتمز وفجأة تبدأ اللي انت تروح تقيس الاكسجين تلاقي الاكسجين بتاعك خمسين وستين. ده انت محتاجي عام اللي انت تتحط فيه أو محتاجي اللي انت على طول اللي انت تدخل رعاية أو عناية وبالتالي مهم اللي انت لازم يكون فيه عندك عشان حتي تسايل انت هيبوكس وبرضو كنصيحة لازم يكون موجود في كل بيت الناس اللي شغالة والناس اللي بتروح أو بتروح عندها عملها باستمرار أو اللي عندها أولادة أو اللي عندها أخوها وأختها بيروحوا المدارس أو غيره مهم اللي هو يكون موجود حاجة زي كده ليه؟ أكتر كمان من الجهاز الحراري يعني أكتر من الحاجة اللي تقستلي التمبراتشر شكلها هي لا البالس اوكزيمتر عندي أولى البالس اوكزيمتر عندي أولى كأولى في كيفية العلاج لانه هيعتمد عليه استخدام أدوية كمان شوية ونقطة كمان في الدياجنوزيس والنقطة الثالثة اللي ممكن يحصل نقص أكسيون بدول ما نشعر وبالتالي انت عندك ناس كبيرة في البيت باباك ممتك أي حد من الحاجات دول وبيروح الشغلة وانت أساسا بتروح وتيجع عليهم وانت شغال فانت ممكن لانت تنقل لهم عدوى وبالتالي يبقى انت تشك كده كل فترة كده كل تلات اربع أيام تشك كده الأكسيجن تتطمن عن الأكسيجن اللي هو عندي ايه؟ طبيعي مية في المية even if asymptomatic حتى لو ما فيش عندي أعراض بس أحيانا البالس اوكزيمتر ده ما بيكونش دقيق مع بعض الناس مين الناس دول؟ الناس اللي هي مثلا الفميل مثلا اللي حطيه مثلا ايه؟ طلاء الأظافر والحاجات ديت طبعا ده ممكن يؤدي إلى القرية ما تكونش عند مزبوطة الناس اللي عندها ضعف في البلد سيركيليشن خاصة الناس الديابيتيس والناس اللي هي عندها ميونو سابريسنت شوية ممكن تلاقي عندها بورد سيركيليشن وبالتالي هتلاقي البالس اوكزيمتر مش ضخيق قوي معاهم والتدخين بنسب كبيرة بنسب كبيرة أو كميات كبيرة بيؤدي إلى برضو التأثير على البلد سيركيليشن وبالتالي مش هيكون ضخيق قوي البالس اوكزيمتر والناس اللي هي البشرة بتاعتهم غمقة الناس اللي البشرة بتاعتهم غمقة شوية أو السكين عنده سميك قوي برضو مش هتكون القرية مزبوطة طيب ايه البديل بتاع البالس اوكزيمتر البديل بتاع البالس اوكزيمتر اللي انا اروح اعمل اي بي جي في المستشفى اللي انا اروح اعمل غازات الدم اللي هي الارتيريال بلود جازز خلي بالك ولكن اما يكون عندي حاجة زي كده كبالس اوكزيمتر في البيت ومعنديش الحاجات اللي بتاعوك كراءة البالس اوكزيمتر فهيكون رائع جدا وهناعتمد عليه وهتبقى من الحاجات الرئيسية والمهمة والهمة يا دكتور ناخد كده نفس كده عميق وناخد بالنا من الات هو انت يا عم هتعمل لي دياجنوزيز ازاي انا خلصت التولز بتاعت انا جاي لبيشنط البيشنط ده اول حاجة ممكن يكون معاه سيمتونز خلاص كده هبص على الات انا واختها واحدة واحدة هيت ممكن جاي ليبيشنط والبيشنط ده معاه سيمتونز فببدأ اقول له او ببحث عن التيبكال سيمتونز اللي احنا قلناه لقيت التيبكال سيمتونز موجودة خلاص انت مريد كوفيد انت اقعد كده هنعمل لك وهنشوف دلوقت البروتوكول العلاجي احنا هنستخدم لك اينا طب لقيته التيبكال سيمتونز يعني مش السيمتونز اللي احنا عارفينها بتاعت الكوفيد لقيت معاها اعراض تاني خلاص كده حرارة الوحدها كحال وحدها فتيجد الوحدها مش عارف رينورية مع سيرث الووت العراض اللي هي الاتيبكال سيمتون ما تسيبوش لا قل له استنى احنا هنعمل ايه احنا محتاجين اللي احنا نعمل حاجتين كمان ايه هما يعام نقيس الاكسجن بتاع ساعتك لو لقيت الاكسجن بتاعي تحت التسعين وبعض المرضى تحت الاربعة وتسعين او تحت الاتنين وتسعين ولكن يقينا تحت التسعين ده خلاص انت دخل في حتة الايه هايبوكزيميا كوفيد خلاص وبالتالي نمص على البالس اوكزيمتر يبانا هاعمل حاجتين الناس اللي معاها اتيبكال سيمتون اروح اعمل تحاليل اطلب منه تحاليل ولو عنده بالس اوكزيمتر خليقس الاكسجن الاول لقيت الاكسجن اقل من تسعين خلاص يبانا انت كوفيد ها هنعمل لك وهنستخدم لك علاج طب انت الاكسجن بتاعي كويس ما تسيووش برضو ليه لان احنا مش هنتطمن الا بعد ما ننفي كل الايه كل التولز بتاعتنا نروح نبص على اللاب تست ابص على اللاب تست يا دكتور نروح نعمل ايه نطلب من المريض ايه عشان اشوف بنروح نطلب الLDH والCRB والCBC يبقى دولة او بلاش دياجنوز عشان محدش ياخدها علينا ده اروح استخدم اللاب تست اللي هو LDH ده اللي انا بطلبه والCRB والCBC خلاص لقيت عندك تيبيكال لاب تست خلاص ده مريض كوفيد محتاج عندك ده محتاج عندك ومحتاج عندك علاج طب ما لقيتوش والحكاية عندك قدامك حل اخير يقدر يعمله it's ok ما يقدرش خلاص اسف ده لسه قبل الحل الاخير اروح اعمل CT scan انا ماشي على الترتيب اهوت اروح اعمل CT scan لقيت CT scan فيها GGO سواء Unilateral Bilateral او مع Consolidation او اي حاجة من الحاجات ديت اللي هي typical shape بتاع CT scan خلاص دي حالة كوفيد محتاجة اللي انا اعمل لها isolation و treatment طب ما لقيتش يا دكتور typical shape اللي احنا اخدناه ولقيت CT scan عنده طبيعية ولسه في عندي non specific symptoms من البداية خلي بالك في الحالة ديت ناقصة معاك الطول الاخيرة ايه الاخيرة والله تقدر تعمل PCR ومتاح PCR روح اعمل للPCR مش متاح خلاص اتسوكين نستنى شوية اه يمكن احنا لسه في بداية العدوى نبدأ نكرر ايه النفس الطريقة اللي احنا قلناها هنبدأ لقيومه من تاني يعني ممكن يكون جايلي لسه في بداية العدوى فمش ظاهر typical symptoms او مش ظاهر التغيرات بتاعت اللاب تست او مش ظاهر التغيرات بتاعة الاكسجن وهكذا فنبدأ اللي احنا نعزله نبدأ اللي احنا نعزله ها ها نبدأ اللي احنا نعزله ولكن مش هقول عليه suspected covid دلوقت ها تاني يبقى انا اللي جايلي بsymptoms ادور ديت suspect ديت typical it's okay خلاص suspected covid مش typical اروح للاب تست وعرفنا بنطلب ايه typical it's covid مش typical خلاص ديت not suspected اروح للأكسجن typical خلاص ديت suspected مش typical خلاص اروح بعد كده للcity scam typical يبدا suspected مش typical خلاص يبدا not suspected بس لسه انا حطه في العزل خلي بالك لسه حطه في العزل ليه لانه هو جايلي بsymptoms اي نعم هي مش typical بس جايلي بsymptoms يقدر يعمل PCR it's okay لو لقيتها positive خلاص يا عم ده confirm it لقيت a negative هتسيبه برضو في العزل ليه لانه ممكن يكون جايلك بدر فنستنى يومين لسه في اعراض مستمرة روح اعمل نفس الطريقة قيمه كاعراض وثمه كتحليل وثمه البرح بتاع البرفنشن او انكريز اللي احنا نبدأ ندخل بفيتامين دي بالهاي دوس اللي احنا نعالج اعراض لو هو معه حرارة ندي ممكن نحط ممكن نحط عندك مو عندش مشكلة مع الحاجات اللي احنا قلناها نعالج لو ندي الحاجات دي هات كلها ممكن تلعب شوية على الاميون ولكن مش هبدأ معاك بروتوكول علاجي كاكوفيد الا في وجود typical او عن typical اللي هم الدياجنوستيك تورز اللي احنا اتكلمنا عليها ارجو ان الدياجنوزيز يكون واضح بالنسبة للجميع نفتح الشات قولوله واضح الواضح يكتب لواحد الواضح يكتب لي واحد عشان ندخل في اللي بعد كده اللي مش واضح يكتب لي اتنين طيب الحمد لله كله بيقول واضح يا جماعة مش هتكون متاحة احنا قلنا الكلام ده كتير قوي مش هتكون متاحة طيب قول لي يا مينا ايه بالزبط اللي مش واضح معاك انت كتبت اتنين يا جماعة انا ما عملتش انا الموضوع بسيط اوي خلاص بتدور على لقيت لا يا جماعة لا يا جماعة احنا بنمشي بالترتيب وبعد بنمشي وبعد ندور في تيبيكال ولا مفيش لقيت تيبيكال سيمتمز لقيت تيبيكال سيمتمز اتس اوكي نعزل ونعالج ما لقيتش تيبيكال سيمتمز تخش على الخطوة اللي بعدها اللي اسهل لقيت نقص اوكسجن يبقى تعزل وتعالج ما لقيتش نقص اوكسجن تخش على اللاب اللي احنا بنطلبهم اللي دي اتش سي بي سي سي ار بي لقيت تيبيكال لاب تست بنعزل وبنعالج ما لقيتش تدخل على لقيت اه تيبيكال اتس اوكي ما لقيتش تيبيكال خلاص بتبدأ اللي انت تعزل وتستنى شوية وتستنى شوية وتستنى شوية بتدينه علاج اللي احنا بنزود به وتستنى شوية وممكن نعيد الليلة دي تاني خلاص كده طيب نكمل مشكلة لدوك اللي فيه اول خمس ايام لا ممكن نيسهر على فكرة الحاجات دي تكون لها اساسا بوذاوت طيب نكمل نكمل خلاص نقفل الشات ونكمل اي فقدان شم يا جماعة هو ماشي في اتجاه الكوفيد الى ان يثبت العكس طيب صلوا عن هذا خليني اقول لك اللي انا احيانا يتدخل خليني اقول لك انا قلت الكلام ده كتير جدا لو جبنا عشان يفرق ما بين وما بين مش هيعرف يفرق خلاص كده عشان الدنيا تكونوا عندي واضح والاتنين بيكونوا عندي كسيمتومس انا بأتكلم دلوقتي كسيمتومس كسيمتومس الا لو عندك تيبيكال سيمتومس بتاعة الكوفيد اتس اوكي انت ماشي في اتجاه دلوقتي كوفيد خلاص كده ولكن افرد واحد معه سور ثروت ومعه رينورية مثلا اللي هي اعراض البرد العادية ومعاه الم في الجسم ده مش تيبيكال سيمتومس ابدأ بقى بص على التحاليل ابدأ بقى بص على الاكسجن ابدأ بص على الحاجات اللي هي بتتغير مع الكوفيد ومش بتتغير مع الكومين كوفيد طيب الكميونيتي اكويرد نومونيا اللي احنا بنلاقي على على الستي سكين فيه عندك كونسوليديشن مع الجي جو او والنقطة التانية اللي انا عندي في الستي سكين في الكميونيتي اكويرد ما بيحصلش او حتة ما بيحصلش لها انوزمية في الكميونيتي اكويرد دينومونيا ما بيحصلش انوزمية ولا بيحصل حتة الشست بين اللي ممكن يحصل في حالة الكوفيد خلاص ده يعني نقطة كده على جنب كده خلي بالك منها الناس اللي هي قلنا الناس اللي معاها هنعزلها هنعزلها معاها خلي بالك الناس اللي معاها و و و و و و سيتي سكاد و اتابيكال بلس اكزيميتر او 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 هنعزلها ومش هنسيبها مش هندها البروتوكول العلاجي اي نعم بتاع الكوفيد ولكن هنستنى عليها شوية نبدأ نزود الاميون سيستم بقى فيتامين دي والنيتريشن والجود نيتريشن والاشيناسيا واللي انا عالج اديله فيتامين سي والحاجات والنوم كويس والحاجات ديات كلها نبدأ اللي احنا نتعامل معها ازاي نعالج البيشنت انا طبعا مش هتكلم النهاردة كعلاج علاج احنا لسه قدامنا ما قدامناش كتير يعني احنا ان شاء الله هنخلص على الساعة اتناشر ولكن خلينا اقول لك ازاي نعالج البيشنت مريض الكوفيد اللي معاه اما او 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 زي ما قن ازاي هنعالج اي مريض عندك لازم هتراعي عندك سبع حاجات او تمن حاجات اده واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة كل مريض ستة سبعة تمانية يبانا عندي تمن حاجات هبدأ اللي انا هبدأ اللي انا اراعيهم واخد بالي منهم مع كل مريض كوفيد ايه التمن حاجات دول اللي انا هعزله في البيت هعزله في البيت ولا هعزله في المستشفى ازاي اعالج الاعراض هو معاه اعراض ايه زي معاه كحة كاف معاه هيبوكزيميا معاه ديوريا معاه ابدمنا البين معاه فيفور معاه فتيج معاه اعراض ممكن يدخل فيه ودلوريوم كل حاجات ديت كلها ممكن يدخل فيها يبقى انا اي مريض كوفيد فيه تمن حاجات او تمن اسلحة معايا هعملهم مع كل المرض هعملهم مع كل المرض اول حاجة اشوف المريض بتاعي انا فيه في البيت ولا في المستشفى طيب لو في البيت طيب النقطة دية طب هو في البيت ولا في المستشفى عايز اقولك ان المستشفى المستشفى خلي بالك المستشفى اكثر عرضة لي الباكتيري بتاع الفيروس ده رقم اتنين ورقم تلاتة اكثر عرضة لي استعمال الميس يوز من الانتي فيريل والانتي باياتيكس خلاص كده وميس يوز في الهاي دوزز بتاعة الأدوية ولكن لو التعامل مئة في المئة يعني أنا لو الحالة عندي هتعامل معها في البيت كويس جدا وكما يجب أن يكون فنصيحة نصيحة لله فالأولى البيت أكتر من المستشفى إلا لو الحالة عندك بقى مش عارف توفر له لا أكسجن ولا غيره والحالة عند الأكسجن بتاع حوائع ومش عارف فيه خلاص دور بقى على مكان مستشفى وغيره ابدأ اللي انت وديها وابدأ تابع الموضوع ده ولكن أنا بقول لك الايزيليشن هتبدأ تقيم الحالة في البيت ولا في المستشفى هنعالج الأعراض ونعمل سابورتيف كير خلي بالك السابورتيف كير هنا سابورتيف كير نفسي ونفسي أول حاجة خلاص بس هو نفسي وتبع healthy diet وغيره وخلي بالك الناس اللي هي بتروح وما بيشوفش قريبها لأنه راح خلاص للعزل مستشفى العزل محدش بقى بيدخل عليه دولة أكتر ناس بيحصل لهم خلي بالك برضو أكتر ناس بيحصل لهم فالمعاملة الحسنة واللي أنت تخفف عن المريض واللي أنت تسأل عليه حتى لو بالتليفون واللي أنت تقول له ده أنا والله ده الناس ناس كتير قوي جالها وخفت الحالة النفسية مهمة يا جماعة يبقى أنا لازم أعمله supportive care ما تقولوش والله يعيني عليك واتخطفت صغير واتخطفت مش عارف الكلام ده كله هيأثر عالم نفسية بتاعته بالسلب جامد جدا جدا حتى لو ظهر قدامك اللي هو ماسك نفسه إلا أن استيل في رعب من الكوفيد وبالتالي هيبدأ يدخل في حالة نفسية سيئة وده أكبر غلطي بس supportive care ده حاجة مهمة كل المرضى محتاجة اللي أنا أعمل لهم prevention leak clouds وده هنتكلم عنها بكرة محتاجين multivitamins بطريقة معينة كل المرضى أنا باتكلم على كل المرضى ومحتاج اللي أنا أعمل lab test معينة وبرضه هنتكلم عليها محتاج طبيعي اللي أنا أعمل CRP والS في الريتن هنتكلم عنها برضو إيه اللاب test اللي إحنا محتاج اللي إحنا نعملها مع كل حالة اللاب test الأولى كنا بنعمل force inspection الLDH والCRP والCBC فرق بقى ولكن دلوقتي أنا هحتاجت تحليل معينة للحالة اللي هي suspected COVID عشان أعتمد أعتمد اعتباد دوائي وعلاجي عليها خلاص كنا؟ طيب منتر الأكسجن كل شوية لأن ده هيعتمد على إمتى أدخل بأدوية معينة نعمل مستقر بأدويةamentos الكمورب I واحد معا 5 أكسجن واحد معاً 5 أكد واحد معاً 5 أكسجن الناس ديت هتعمل معاله ازاي؟ هم بجميع مريض قدامي هحط قدامي 8 حاجات أنا حطيتهم أوه الله هو المريض ده من هبدأ أقيم بونان وهنعرف كل حاجة لوحدها هنعالج فيه هنعالج الأعراض إزاي لازم أدي لازم أعمل لازم أعمل لازم أعمل لازم أعمل لازم أعمل تحليل معينة كل 3 أو 4 أيام تمعل لكل تحليل لازم باستمرار لازم أشوف ده سكر ده ضغط ده غيره عشان أخط اعتبارات معينة في دماغي يبقى أي مريض محتاج 8 حاجات اللي احنا قلناهم دول والتمانية دول هتحبق لهم التفاصيل بتاعتهم بس قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعتهم تعال كده هاخد شوية أدوية سريعة والأدوية ديت هنبدأ نقول عليها للأسف الشديد العلم بيقول عليها إيه أو الجايدلاينز بيتقول عليها إيه أنا آسف أنا ديت أمانة علمية اللي أنا لازم اللي أنا نلهلكم كما يجب أن يكون وإحنا مش بنخترع العجلة في عندي هيئات علمية مسؤولة عن الأبحاث وعند هيئات علمية مسؤولة عن وضع الجايدلاينز وعند حاجات مسؤولة عن وضع الكلام ده وبالتالي هبدأ أتكلم أول حاجة عن الهايدروكسي كلوروكوين وتحملوني شوية في الموضوع ده الهايدروكسي كلوروكوين اللي هو البلاكنين وده طبعا من أول ما استخدمناه بنستخدمه في الموجة الأولى ومن أول ما استخدمناه وإحنا بنهاتي يا جماعة هل ده فعال ولا مش فعال والجيرلينز بتتكلم على اللي هو فيه يعني كونترافيرشال كتير قوي حواليه ومش كل حاجة اللي هي أول ما يظهر لها أي حاجة تجرى عليها وتستخدمها خلينا أقول لكم أن القصة بدأت أن البلاكينيل أو الهيدروكسي كليروكوين ده أساسا علاج بنستخدمه في منلي الروماتويد أرثريتس بنستخدوه فيه الروماتويد أرثريتس وطبعاً له استخدامات تانية بس البلاكينيل ده من ضمن مرضى الروماتويد اللي احنا بنستخدمه فيه والفكرة جات أن البلاكينيل ده أو الهيدروكسي كليروكوين عامة الهيدروكسي كليروكوين عامة بدأوا اللي هم كانوا بيجربوه قبل كده زمان في المالاريا والسارس والحاجات دية وي حتى في الكوفيد وجدوا اللي هو فعال انفترو. وجدوا اللي هو فعال انفترو. انفترو فرق ما بين لفظ انفترو وانفيفو. انفترو معناها اللي ده مع ملي. يعني مع روتونافير. اللي هو اساسا الدواء ده اتش اي في. الاستخدام بتاعه اتش اي في. مالو يا عم الدواء ده? اللو بنافير روتونافير عايز اقول لكم ان ال W-H-O. والايدزا والكلام ده من زمان على فكرة مش من قريب. الكلام ده من من زمان. ضد استخدامه. خلاص كده? عشان الامور تكون عندك واضحة. وتعمل عندك برضي. ما قالت لك اللي هو خالص. من اللو بنافير ريتونافير سواء في المرضى اللي هم العاديين او في المرضى اللي هم على على وبالتالي احنا مش بنستخدم الروتونافير لوبونافير. خلاص كده? والن اي اتش قالت نفس الكلام وهي استعمال اللوبونافير ريتونافير عشان تبقى الدنيا عندك واضحة. نيجي بقى اللي ناس كتيري قوي متل اغبطة فيه. والناس كتيري قوي تقول لك لا ده هستخدم طب تعالى نبص كده على الايفرمكتين. الايفرمكتين اللي هو المادة الفعالة الايفرمكتين. الايفرمكتين ده اساسا انتيبرازيتك. ومن ضمن الحاجات اللي هي بتستخدم كانتيبرازيتك وبعض الدول طبعا هي بتستخدمه في حتة الكوفيد. القصة بدأت من ايه? القصة بدأت اللي هم بيستخدموا الدوا ده او الدوا ده جربوه اساسا من من قديم الازل في السرس عشان يشوفوا ليه فايدة ولا مليش فايدة عشان كده جات الفكرة ان استراليا اول ناس جربت الايفر مكتن على الحالات عندها وحتى لو تفتكروا كده في الموجة الاولى قال لك الدواء اللي بيأتي للفيروس في خلال 48 ساعة وانتشر قوي الايفر مكتن وفعلا هم كانوا عملوا تجارب انفترو كمان هوت بقول لك هوت انفترو وجدوا اللي هو فعلا بيموت الفيروس بجرعات معينة وحاجات منت ولكن اما جوم يجربو انفيفو اصبح فيه عند مشكلة اصل الايفر مكتن عنده مشكلة عالية جدا اللي هي مشكلته كدستريبيوشن سيء جدا 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 لدرجة ان الهيئات العلمية قريت لك احنا عشان نوصل للجرعة اللي تبدأ يحصل لها وتوصل للفيروس الانسان ما يتحملهاش يعني بمختصر العبارة كده هتموت الانسان قبل ما تموت الفيروس وعايز اقول لك تبتعال يا عم نتكلم كده كلام برضو طبعا للهيئات بيقولوا ايه عن الايفر مكتن الايفر مكتن خلينا اقول لك ده بروتر سبيكترم كاسف اسف طبعا في اللفظ طبعا او هو كأنتي براسيتيك ايجنت عالي وكويس مفيش مشكلة ولكن هو ضد الفيروس عندك ان فيترو مش ان فيفو بالاساس عندي ان فيفو خلاص دي نقطة النقطة التانية تعال نشوف او الهيئة الهيئة الاوروبية قالت لك ايه قالت لك اللي هي ضد استخدام الايفر مكتن سواء في العلاج او في الا في التجارب المعملية لو انت بقى بتعمل تجارب معملية يبقى خلاص لسه ما هي ما شارعوش من حت التجارب المعملية ولكن الايفر مكتن لا بيستخدم تبعا ليهم لا في العلاج ولا في الوقاية خلاص دي اتأول حاجة النقطة التانية ان الجرعة اللي ممكن توصل عندك لي للفيروس داخل الانسان عشان تجيب نتيجة او تبقى لها اكتيفتي اجينست السيرس كو فيروس تو اللي هو اللي بيسبب للكوفيد الانسان ما يقدرش يتحمل فخلي بالك من النقطة ديات برضو طيب الاتزا ها اللي هي احنا قلنا اعلى هيئة كانفيكشوز ديزيز في امريكا ويمكن في العالم ككل قالت لك ايه ولكن لقاوت بيشنت ولا ان بيشنت عشان الامور عندتكن واضح الان اي اي اتش قالت لك ايه كجايد لاينز ريكميند اجينيس استخدام الايفرميكتين وده كلام مهم لازم اللي انت تاخد بالك منه انا ااسف اللي انا كاني برني حجرة في قلب المية لاني نعارف الكلام ده ممكن ناس كتير يمكن سمعته الاول مرة وإحنا ازاي ده احنا بنستعمله وكده انا مش حابب اللي انا اتتكلم ومش حابب من اللي ابتدع فكرة في مصر مش حابب اللي انا برضو اتكلم في حاجة زي كده ولكن انا كنصيحة انا بقول لك انا بنقل لك العلم العالمية بتقول ايه فانت لازم اللي انت تاخد بالك انت من النقاط دي نيجي ليه الكلش انا خلاص انا من النهاردة مش يعني احنا هناخد الكلش وهناخد البلازمة وهناخد الانتباياتيكس كأنتي فيرال وهنقفل النهاردة يعني ان شاء الله يعني يعني مش هنطول يعني الكلش تعالي نشوف الكلش ساعات يقول لك ايه ده الكلش بدأ يبقى ليه دور كبير وحاجات منتو خلينا اقول لك ان الكلش لغاية النهاردة هو فيه كلام عليه بعض الكلام كويس بعض الكلام كويس عشان كده انا مش هقدر اللي انا اقول لك انا ضد او مع استخدام بعض الكلام كويس يعني فيه عندك ميتا قالت لك اللي هو بيقلل الايه وخاصة لو عطناه بدري فيه الكورس العلاجي خلاص عشان كده الكولش سن ممكن مي بي خلاص والسيستيماتيك ريفيو اللي اتعملته الميتا قالت الكلام ده ولكن فيه حقيقات علمية قالت لك لا استنى شوية باستخدام الكولش سن لما يتم اثبات حاجة زي كده ولكن انا ما اقدرش اعترض عليه يعني انا اعترض على الهيدروكسي كليوروكوين بقلب وبصورة واضحة مئة في المئة واعترض على الايفرميكتن ولكن ما اقدرش اعترض على الكولش سن بل انا ممكن اللي انا في بعض حالات ممكن اللي انا اضيف يعني انا في حالات اضطرين اللي احنا نضيف فيها الكولش سن خلاص كده طيب نيجي بقى البلازمة الكلام اللي هو يقول عدم فعليتها اكتر عن البلازمة اكتر من اللي هي لها مفعول يعني عايز اقولك ان البلازمة عشان بس اختصارا للوقت ان البلازمة الكلام عن عدم فعليتها اقوى واكتر من الكلام اللي هو يقول لي لها مفعول والبلازمة دي عبارة عن ايه بياخدوا الانتي بادز الناس اللي اتصابت بالكوفيد طبعا شئ طبيعي الجسم بيطلع فبياخد الانتي بادز ديت ويبدأ اللي هو يحقنها لشخص مريض على اساس الانتي بادز ديت تبدأ اللي هي تقلل الموضوع ده طبعا في دراسات لسه الموضوع شوية في دراسات قالت ممكن يكون مفيد وفي دراسات قالت العكس طيب نيجي بقى للانتي بايوتكس خاصة الازيسروميسن أو الدكسي سايكل وهنا مش بتكلم عليهم كأنتي بايوتك أنا مش بتكلم عليهم كأنتي بايوتك أنا بتكلم عليهم اللي ناس كتير قوي تقول لك إيه خلي بالك إحنا الازيسروميسن يا عم انت مستخدمه ليه في الكوفيد مش الكوفيد ده فييرال إنفكشن والحالة اللي قدامك ديت ما فيش أي كريتيريا تقول اللي حصل عندك Cainfection من البكتيريا يقول لك يا عم عارف بس الازيسروميسين ليه Antiviral effect فالسؤال اللي بيطرح نفسه يعني يا عم انت سيبت كل الantiviral ومسكت في الازيسروميسين الantibiotic اللي ليه antiviral effect والantibiotic الازيسروميسين اللي هو ليه الantiviral effect هيكون اقصر فعالية على الكوفيد من الantiviral المعتدل اللي احنا عارفنا كلام مش منطقي وبالتالي بدأت الدراسات لأن الموضوع ده فيه دراسات كتيرة أو استخدمت الأزيسروميسن في الموضوع ده وفي الآخر قال لك استخدام الأزيسروميسن أو الدوكسي سايكلين لاحظ الكلام اللي أنا بقوله أنا باستخدمهم هنا أو الكلام عليهم هنا as antiviral effect من البداية جايه لمريض رح تحطت في الوشتة بتاعتي أزيسروميسن أو فيبراميسن أو دوكسي سايكلين أو أزيسروميسن من البداية طبعا الكلام بقى الكلام على كده ولكن أنا ممكن ألجأ لاستخدام الانتيبيوتك في مرحلة معينة وممكن أخطر واحد منهم فالكلام هيكون هنا مختلف عشان بس الدرية تكون واضح خلاص يبقى أنا هنا بتكلم فيهم استخدام المضاد الحيوي أو الانتيبيوتك في ال primary care أو في البداية أو ad initiation هنا لأن الناس بتستخدمهم يقول لك ده ليهم ايه دور كبير قوي كأنتي فيرال افكت أو ليهم دور كبير جدا في البدايات اللي هما في مرضى الكوفيد والكلام ده هل الكلام ده صحي ولا غلط الكلام ده غلط وتعملت recovery trial عالية جدا عن الازيس روميسن خاصة قال لك ما ليش أي significant clinical benefit وعشان كده كل الهيئات ضد استخدامه كأنتي فيرال أو في الكوفيد without documented bacterial infection عشان بس الدينة تكون عنده واضح وتعمل عندي trials عالية جدا للprincipal ديات جابت ثلاث حاجات جابت مجموعة من المرضى بياخده الازيسن ومجموعة بياخده ال usual care العادي ومجموعة بياخده ال usual care مع الازيسن ويه ال usual care مع ال ويه ال usual care لواحده يبقى انا عندي تلات ايه تلات مجموعة هم اتجابتهم عشان تقارن قال لك ناخد ال usual care لواحده ولا مع الازيسروميسن عطينا للناس تاني الازيسروميسن وعطينا للناس تالتة وجدوا ايه مفيش اي فرق خالص ما بين اضافة الازيسروميسن او اضافة الدوكسي سايكلن عن استخدام ال usual care لواحده قلوم خلاص كده عشان بس الامور تكون واضحة يبقى اذا اضافة الازيسروميسن او اضافة الدوكسي سايكلن من البداية without criteria اللي هي تقول ده bacterial infection ده اكبر غلص خلاص كده عشان الدنيا هنا تكون واضحة انا هنا بتكلم فيهم كاستخدام اولي او at initiation او without criteria او bacterial criteria تكون واضحة على ال patient سواء بالlab test او بالاعراض زي ما هناخد في الانتباعات خلاص كده انا هنكمل طبعا المحاضرة الجاية ناخد الكورتيكوسترويد بس يعني نقطة صغيرة ناخدها بكرة هنقول الاستخدامات بتاع الكورتيكوسترويد امتى ناخدها نفتح الشات اه تورا مارينا بعد اذنك نفتح الشات انا بكرة هنعمل ايه بكرة احنا هناخد كيفية العلاج هنبدأ في كيفية العلاج وازاي بنعالج بقى ونبدأ بقى صفحة بيضة معالش انا كان لازم اللي انا اقول على الادوية اللي غير اه فعالة في البوزيشن ده بس بكرة بقى هنبدأ نقول ايه الادوية اللي لها فايدة وايه الادوية اللي انا ممكن لنا استخدمها وايه البوزيشن بتاع الانتبيواتيك ونستخدم ايه وايه الانواع وازاي نعمل ستيب اوب وستتيب داون وايه هي الانواع بتاعت الانتكي اجلانت هناخد بكرة الانتكي اجلانت وناخد ايه الحاجات بتاعت الانتكي اجلانت وامتى نستخدمها الكورتيكي استيرويد امتى نستخدمها ناخد بقى كايز ستادي بيشنت قدامي هنبدأ نتعامل معاه ازاي هنبدأ نتعامل معاه ازاي خلاص هو الكورس هينتهي امتى احنا قدامنا محاضرتين كمان بكرة وبعده بكرة وبعده قدامنا محاضرتين كمان اه شكرا لكم يا جماعة والله المحاضرة اكثر مجرد على الله كرمكم